موسيقى موسيقى عياكم الله ويا مرحبا بكم بلقائي تجدد وياكم في برنامج متفع الافطار ليكم من باحة مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه في امارة الفجيرة اليوم نتكلم عن الفوانيس ولا الفانوس ليش يا تارا خلوا الفانوس فقط لشهر رمضان كلما نشوف اي فانوس في الشارع قبل شهر رمضان نقول يلا وصلنا لشهر رمضان بس بهذا الفانوس ليش اختاروا الفانوس بالذات شو قصة هذا الفانوس طبعا لما نرجع لكلمة الفانوس والتي اصل كلمة الفانوس هي كلمة اغريقية تشير الى احدى وسائل الاضاءة اول من عرف الفانوس هم اخواننا المصريين وهذا كان يوم دخول المعز لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة قادما من المغرب وكان ذلك يوم الخامس من رمضان سنة ثلاثمية وثمانية وخمسين هجرية وطلعوا المصريين اخواننا المصريين بموكب كبير من النساء والرجال والاطفال لاطراف الصحراء الغربية من ناحية مدينة الجيزة للترحيب بالمعز اللي وصل ليلا وكانوا حاطين المشاعل وبعد شالينوا اياهم الفوانوس واللي مزينيها هذه الفوانوس ومن بعدها صارت هذه عندهم عادة في شهر رمضان زينوا شوارع مصر في هذه المصابحة وفي هذه الفوانوس ومن بعدها صارت عادة كان كل مايين شهر رمضان قاموا يستخدمون الفوانوس في تزين الشوارع ويزينون شوارعهم ولا بيوتهم في هذه الفوانوس حياكم الله وياه مرحبا بكم برنامج ندفع الافطار نشوف الاطفال الحلوين اليوم بنلعبوا اياهم طب اي سنة تذكرون السنة اللي قلتها قبل شوية ذاكرينها ولا ما ذاكرينها 358 هجري ولا ميلادي هجري حلو حلو أنا اليوم عندي المساعدة هذي مريم شلونت يا مريم حمد الله شاك بارك حمد الله كيف الصيام ويات حمد الله الله يحفظ كل شيء عندها الحمد الله نزين بننتقل الاطفال الحلوين وبنسألهم بعض الاسئلة ونعطيهم جوائز مقدمة طبعا عندنا جوائز كثيرة اليوم تعني تخلي شوية يا مريم خلي شوية يا مريم نزين نشوف أنا قلت محد يرفع عيدة وكل واحد لازم يستقبلها بابتسامة ابتسامتكم وين ابتسموا يا جماعة انت بابتسم من الصبح شلونك حمد الله شو اسمك يا حلو عاصم عاصم من وين يا عاصم من سوريا من سوريا مجد الأمة نزين كم عمرك يا عاصم 12 12 ولا 11 حدد 12 يعني هل سنتصير 12 انت أنا 12 انت 12 حلو نزين أول دولة استخدمت الفانوس هي أي دولة مصر مصر رجبتك صحيح تعالي مريم أنا قلت لي استعالي خلي شوي اياي نزين هذه جائزة مقدمة من مروان عباس للسيارات تستاهل يا حلو الله يحفظك نزين يلا قلنا لكم ابتسامة 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 مع حدي الفعيدة السلام عليكم وعليكم السلام شو اسمك يا بطل عمار عمار من وين يا عمار من مصر من مصر ام الدنيا من عدكم اختراعه الفانوس نزين كم عمرك يا عمار أنا 11 11 شهر سنة من قاعد يتابعك الحين في التلفزيون أنا أبوي أمي أبوك أمك شو حب تقولهم في هذه الليالي الأخيرة من هذا الشهر المبارك الله يحفظنا كلنا ويقبل صيامنا ويحفظنا ورمضان كريم لكل مسلمين علينا وعليك الله يحفظك إن شاء الله نزين يا غالي قل لي بأي شهر تكون في ليلة القدر ليلة القدر في أي شهر تكون في شوال ولا في رجب ولا في شهر رمضان شوال شوال ولا رجب ولا رمضان آه رمضان رمضان كانت مبارح يا أخي ليش مبارح وقبل لا أكدوا فيها. تستاهل الجائزة. أعطينا هذه الجائزة من الكياس؟ من مركز هنوفر الطبي تستاهل هذه الجائزة. تستاهل يا بطل. الله يحفظك. دعونا نرى الأطفال. دعوكم واكفين. هذه الأبتسامة الحلوة. مريم جنبي. ماذا اسمت؟ ريماس. ريماس. ماذا تعتمدت الآن يا ريماس؟ أختي. ماذا تريد أن تقول لأختي؟ أنت بخير رمضان قريم. علينا وعليك. أنزين يا ريماس العيد جاي. العياد الفات كم كنت تتاخذين؟ كم كنت تجمعين عيدية؟ مم. مم. مية بس؟ مية. مية وخمسين. مية وخمسين. من كان يعطيت هذه العيدية؟ أبويا. أبوك. الله يحفظها. أنزين هالسنة هذه قولي لأبوك خلي زيد العيدية. ولا لا؟ خلي زيدها. قولي لأبوك خليك حبيبي يزيد العيدية علينا اليوم. هالسنة هذه. أبوك خليك حبيبي يزيد العيدية أبوك هذه السنة. الله يحفظت إن شاء الله. أنزين. تعرفين نحن بأي سنة؟ نحن نعرف نحن في سنة 2019 ميلادي. لكن هجري هل تعرفين نحن في أي سنة؟ ألف واربعمية واربعين. 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 عبدالله من وين عبدالله؟ العراق من العراق؟ كم أمرك عبدالله؟ عشرة عشر سنوات نزين، تتعرف العادات؟ أنت عرحت العراق ولا ما عرحت؟ نعم نزين، شو العادات عدتكم في رمضان؟ كنت في رمضان يعني فترة من الفترات في العراق وشو الأجواء هناك في العراق في رمضان؟ يعني في السحور في تطاب العشان يدق المسحراتي اللي قومكم على السحور؟ قوموا أيوة وبعد شو عندكم؟ بس بس شو عندكم الأكلات الميزون في هناك في رمضان بس؟ برياني محشي التشريب كذا حمشي التشريب يطيك العافية تذكر السنة اللي قلتها قبله شوية اللي كانت في الخامس من رمضان لما كان رجع المعزد دين الله لما استخدموا الفانوس الفوانيس المزينة كانت في سنة 358 هل هي هجري ولا ميلادي؟ هجري هجري، إجابتك صحيحة تعالي تعالي يا ريا يا مريم تعالي تعالي أعطي هذه الجائزة المقدمة من مركز هنوفر الطبي لطب الأسنان عفوا وتستاهل يلا يا شطار أبا 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 ابتسامة 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 وين ابتساماتكم؟ اللي ابتسامة يرفع عيدة حطلعه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام شلونك؟ الحمد لله شو اسمك؟ يوسف يوسف من وين يا يوسف؟ من مصر من مصر، أم الدنيا يا سلام، يا سلام أتشاء الله هنا أخواننا أكثر من مصر حياهم الله ويامر حبابهم في دولة الإمارات دولة التسامح محمد قلت لي صح؟ نسيتها عسا يوسف، سامحني سامحني يوسف، من رقع يتابك على التلفزيون؟ أمي أمك الله يحفظها إن شاء الله شو حاب تقول لأمك؟ رمضان مبارك كل عام أنتو بخير الله يحفظها نزيل شو كنتو في العيد اللي فات كم كانت عيديتك؟ مئتين مئتين؟ مقابلة للزيادة ولا غير قابلة؟ غير قابلة غير قابلة للزيادة؟ زيل العيد، عيد الفطر بيكون فيا شهر شهر شوال ولا شعبان؟ شعبان شوال قولها، قولها شوال نعم، أجابتك صحيها عطيه الجائزة من مركز هنوفر الطبي تفضلي، تفضلي أزين، خلاص مريم، تعالي بس سألت سؤال تعرفين الشرطة الشرطة اللي يضربون المدفع كم عددهم؟ أربعة ولا خمسة؟ أربعة خمسة خمسة، يعطيك العافية روح استلمي جائزتك من عم الشرطة هناك، يلا، روح استلمي جائزتك يعطيكم العافية جميعاً الله يحفظكم إن شاء الله وربي يقويكم طبعاً دعوة مستجابة قبل الفطور لكل الأشخاص الصايمين ربي يحفظكم وربي يقويكم تقبلوا تحيات كرو برنامج مدفع الإفطار أو طاقم برنامج مدفع الإفطار محدثكم عبدالله الهاشمي صياماً مقبولاً وإفطاراً شهية ترجمة نانسي قبل الفطورة 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 اشتركوا في القناة